المآل والمصير تلك المرحوم إذا توبعت وأدينت الزوجة إذا أدينت أقول الزوجة أما إذا برئت إذا كلم أخر إذا أدينت الزوجة في القسم الثاني من أسباب إرث وشروطه وموانعه تحدث على الموانع في المادة 333 واضح في مدوانة أسراء من قتل موريتوه عمدا وإن أتى بشبهة وإن أتى بشبهة لن يرث في ماله ولا ديته ولن يحجب وارثا مادة 330 333 من بدون الأسرة طبيعة الحال هناك قاعدة فقهية فقهاء من استعجل أمرا يعاقب بالحرمان منه من استعجل أمرا يعاقب بالحرمان منه إلى حدود الساعة التحقيقات جارية على قدم وثاق والملف الآن بحروض على الدرسة قادة التحقيق إذا صدر قرار بعدم المتابعة الزوجة وطهارت الغرفة الجنحية المتابعة بمعنى أن السيد قادة التحقيق يقدر يصدر قرار بعدم المتابعة والوكيل لا مستن في القرار وكان تنظر الفيصل من الغرفة الجنحية أي غرفة المشوارة إما سوف تؤكد وتؤيد القرار سيد قادة التحقيق أم ستلغي قرار سيد قادة التحقيق بعدم المتابعة وتتابع الزوجة من جديد وتحيل القرار إلى المحكامة بمعنى أن غرفة المشوارة طهارت المتابعة إذا طهرت المتابعة بعدم المتابعة لا تطالها مقشرة المدى الثلاثة وثلاثة وثلاثين إذا توبعت كنت تنظر قرار المحكامة إذا برعت هذه المحكامة لا تطالها مقتلية المدى الثلاثة وثلاثة من موانع دائرة ولكن إذا أدينت وأصبح الحكم باتاً قطعياً تطالها مقتلية المدى الثلاثة وثلاثين ولأن المشارع المغربي كان حكماً كذلك حينما تحدث على الشبهة الشبهة لأنها للآن ليس بالقتل خطاء لأن حتى المشارع المغلبي في المادى الثلاثة وثلاثين تحدث عن القتل الخطاء أو الضرب المذعد المفدي إلى الموت دون نية إحداثه مثلا حينما تحدث في القرى الثانية من قتل موريته خطأا وارثة في المال دون الدية وحاجة إذن الآن نحن في مرحلة إجراء مستار دقيق إحنا قندر السيناريوهات كاملين إذا صد أصدر قرار سيد قد تحقيق قرارا بعادم متابعة الزوجة وتم استئناف هذا القرار من طرف السيد وكيل العام وأيدت قرار الغرفة الجنحية قرار السيد قد التحقيق لا تطالوها مقتل المدة 333 مدونة الأسرة تستفيدوا من الأرض إذا توبعت وأدينت أمام المحكامة ابتدائيا وأصبح الحكم نهائيا لا يقبل أي طريقة من طرق الطعن في هذه الحالة في الإذانة لا تطالوها مقتل المدة 33 وبالتالي تطبطق عليها القاعدة الفقهية من يستعجل أمرا يعاقبوا بالحرم المدينة بالنسبة للأولاد؟ الأرض تصري عليهم القاعدة الفقهية يتذكر مثل حدث الأنتيين القاعدة معروفة هناك سير تلكة ديال الأطفال القاصرين في مثل هذه الحالة لكن مؤسسة القضاء القضاء القاعدة القاصرين كما يقول الفقه قبل يتعمق ويقوموا بتدبير شؤون القاصرين تدبيرا حكيما ولا يجوز التصرف في هذه التالكة إلا بناءا وتحت إشراف سيد قاري القاصري موسيقى